المترجم للقناة 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 وفعلاً ممكن يكون القلق ده هو يعني مسبب أو ممكن يكون فعلاً الناس عندهم حق في هذا القلب فإحنا بوجود هذه الندوات وهذه اللقاءات العلمية إحنا بنحاول إن إحنا نرد بطريقة علمية لكل المخاوف على كل المخاوف وعلى كل التساؤلات اللي بتدور في الشارع المصري وفي نفس الوقت بطريقة علمية وبطريقة ممنهجة بنقدر نقول إيه الوضع اللي إحنا موجودين فيه للوقت إيه هي التساؤرات المستقبلية إحنا متوقعين إيه؟ إيه الوضع المصري أو في جمهورية مصر العربية بنمقارنة بالوضع العالمي وهل إحنا في وضع مختلف ولا إحنا بنتماشى مع كل الأنماط العالمية بنتكلم برضو بطريقة منهجية وبطريقة علمية عن أمراض الأنفلونزة بنتكلم عن التهاب الجهاز التنفسي وبرضو عايزين أن احنا نركز جدا في هذا اللقاء على الإجراءات التي تتبع في المستشفيات وفي أماكن تقديم الخدمة الإجراءات اللي هي بنتكلم بنقول نتمنى أنها تكون موحدة وتتوحد بين جميع الجهات المقدمة للخدمة سواء كانت القطاع العام القطاع الحكومي القطاع في الجيش في الشرطة بنتكلم على المستشفيات الجامعية وبرضو عايزين نتكلم عن الوضع إيه هي الموارد المتاحة عندنا وهل فعلا بنرد على الشقيعات اللي بتقول فيه الموارد غير متاحة بنتكلم على أدوية جايز بتتبيت ألا أن هي منتهية الصلاحية بنتكلم على مستلزمات كل الحاجات ده هات عايزين نرد عليها بس المهم جدا هو أن احنا نوضح بطريقة علمية إيه هو مرض الأنفلونزة وإيه هي الالتهابات الجهاز التنفسي المصاحب وفي نفس الوقت نشوف الخبرات العملية من الأسدزة اللي هيقدم لنا هذه العروض وإن شاء الله في الآخر نقدر أن احنا نتوصل إلى صيغة صيغة علمية وإعلامية نقدر أن احنا نخاطب بيها الشارع المصري هنقول أن احنا مش عايزينهم يقلقوا إنما في نفس الوقت هنقول أن احنا فيه عندنا وضع يجب التعامل وياه بطريقة علمية وفي نفس الوقت بنقول أن فيه مسئولية وفيه مسئولية متشرقة من الجميع للحماية وللوقاية وأيضا في العلاج فخلينا دلوقتي نبدأ هذا اللقاء وأنا بشكر حضرتك يا فندي ودايما سباقين ودايما فيه مشاركة جيدة جدا بإذن الله حاليا ومستقبلا وبشكر طبعا من نظمة الصحة العالمية اللي هما ويانا برضو في خطوات جيدة جدا وزي ما احنا بنتعلم منهم هما كمان متهاري بنقل الخبرات خبرات وزارة الصحة بتنقل أيضا إلى بلاد العالم برضو عشان خاطر يكون فيه المشاركة في كل ما يتم وكل ما يدور على أرض الواقع مشكر حضرتك ونبدأ ان شاء الله للعروض شكرا مرسيدي شكرا مرسيدي شكرا مرسيدي وعلى أستاذ الأمراض الصدرية حامل مقدمة عن مرض الإنفلوانزا وأنا على مدى حياتي بنتعامل مع حالات الإنفلوانزا بنقول دايما إحنا التخصص اللي كل الناس بتاعتص معها وبتكوح معها محدش بيجينا ما بيكوحش محدش بيجي ما بيعتص وعشان كده دائما أقول للمرضى الإنفلوانزا مرض بسيط لكنه خطير وخلي بالك إن الفلوانزا ممكن تعدي في 90% من الحالات أو 85% من الحالات من غير أي مشاكل لكن أيضا ممكن تؤدي إلى مشاكل خطيرة آخر كلام في الإنفلوانزا الكلام ده أنا قلته قبل كده إن في ديسامبر 2013 CDC ده اللي هو Center of Disease Control اللي هو مركز التحكم في الأمراض والمقاية وده موجود في أطلانتا بشورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية هو صحيح في أمريكا لكن بيعمل نوع من التلقب في جميع أدحاء العالم قال إن الإنفلوانزا H1N1 وده نوع من أنواع الإنفلوانزا وهقوله حركه بعد شوية بالتفصيل منتشر أكتر وجنبه لو بتلاحظوا كلمة بي يعني باندميك اللي هو كان عمل قبل كده إنفلوانزا الخنازير في 2009 عشان كده الناس ما زالت في دمخها هي إنفلوانزا الخنازير هو ده الفيروس عندما خرج من الخنازير ورحل البنقدمين وطلاقه مع طوالطيور مع عمل نوع أو شكل فيروسي اسمه H1N1 بتديره البي اللي هو كان قبل كده باندميك لكن خلاص كلمة إنفلوانزا الخنازير ما بقيتش موجود قالوا إن فيه نشاط لهذا الفيروس موجود في السيزون بتاع 2013-2014 السيزون بتاع الإنفلوانزا زي السيزون بتاع المدارس نقول مثلا 2012-2013 2013-2014 لإنه بياخد الشتاء من أول أكتوبر لغاية مارس فقالوا فيه نشاط لهذا الفيروس زائد ولحظوا أيضا إن فيه سابستانشل مربديتي أند مرتاليتي إيتش هير في الستيتس 2012-2013 وعملوا استيميشن وقالوا اللي أنا معبودة بالأحمر دي إن فيه 380 ألف انفلوانزا اسوشياتي يعني فيه 380 ألف حالة دخلت المستشفى في أمريكا نتيجة للإنفلوانزا السبيرتر مؤينس في الوقت ده في 2013-2014 قالوا إنه بييجي من مائلد وسيفير مائلد يعني بسيط ومدرك متوسط وسيفير يعني شديد يبقى الحالات فيه حالات بسيطة وحالات متوسطة وحالات شديدة احنا منشوف كده في مصر طبعا منشوف حالات بسيطة جدا واحد بياخد انفلوانزا وعمل يعتس ويرشح ويكوح ويروح البيت ويروح المدرسة ويروح للشغل مفيش مشكلة لكن أيضا ساعات بيتمى متوسطة غزب عنه بيقعد في البيت وساعات بيتمى شديدة يعني نفس الانفلوانزا ونفس الفيروس لأنه بيتعامل مع بنادمين بتعامل مع جسم الإنسان الجسم الإنسان ده قد يكون فيه حاجة جوة موجودة قد يكون فيه مرض آخر موجود لكن نفس المرض ونفس الفيروس ممكن يتراوح من بسيط إلى متوسط إلى شديد في دهاية يناير 2014 النهاردة 12-02-2014 التأذير قال أن أمريكا الشمالية فيه نوع من النشاط الزائد للـ H1N1 بانديمك 2009 يعني الفيروس اللي كان موجود في 2009 لو أتش ون ون لا لاحظوا اللي فيه نشاط زائد موجود دلوقتي في أوروبا فيه إن كريز برضو في الحالات دي موجودة في الصين ده موجود H1N1 ده في النوعة اللي هو بانديمك 2009 لكن فيه نوع تاني اسمه موجودين مع بعض في الصين والصين اللي واحد هي قارة مليار وخمسمائة مليون أوقتها وبعدين في الجزء الجنوبي من الأرض أيضا فيه نشاط لهذا الفيروس إذن ونسب معينة موجودة لكن كلها أجمعت أن النسب المقاوية بتقول أن النشاط العالمي لنص القرى الشمالي وبلاد أخرى موجودة فيها هذا الفيروس ده و H1N1 الذي كان زمان عامل البنديميك بتاع 2009 في شمال أفريقيا عملوا رصد برضو للحالات دي الرصد ده يعني بعمول عالميا ده دي خريطة عالمية لمرض الإنفلوانزا قالوا برضو أن مصر فيها H1A اللي هو فيروس إيه زي ما أقول لكم بعد شوية والنوع بتاعه H1N1 وفي بعض البلد زي تركيا في H3N2 أيضا أي مرض الإنفلوانزا مرض معدي للغاية Highly infectious viral disease أول مرة يحصل فيه نشاط وبائي كان في القرن السادس عشر وأول برة تم اكتشاف هذا الفيروس كان سنة 1933 إيه أعراض الإنفلوانزا السخونية فيفر الجسم اللي بيتعش صداع هدك ألام في الجسم سعاد بيبقى شديدة للغاية اللي يقول لك جسم مكسر هو عضو ما تكسرش لك الجسم مكسر دي أعراض عام واجع في الزور واسعات بيبقى شديد جدا وملاحظة السنة دي كلنا شفنا أنه واجع الزور بيبقى شديد جدا اللي هو السورسلوت وبعدين في بعض الحالات ودي شفناها أيضا نفس الفيروس ده بيبقى معاه قيء وضيارية إسهات وبعدين شوف البيستيتمنت بتقول ده استيتمنت عالمية مش نحن أنا بنقولها يعني وفيات كثيرة وعلى فكرة أنا كان فيه خريطة ممكن أبجيبها لكم بعد كده بتتكلم ما هي أكثر الأمراض بتؤدي إلى الوفاة في العالم خريطة في العالم أديها فيه أمراض المخ والعصاب القلب والعوايات الدموية وبعد الكانسر على فكرة اللي هي الانتهابات الجهاز التنفسي من أكثر نسب الأمراض قاتلة في العالم تبتبها 3 أو 4 إذن هذا معروف أن الانتهابات الجهاز التنفسي قد تؤدي إلى مشاكل كثيرة يبقى السيمتونز بتاعت أو أعراض الإنفلوانزا ممكن تكون ممكن العراض تيجي فكرة ممكن السفنية تروسل لـ 38 و39 ألام عامة في الجزء عرق كحة نشفة احتقان في الأنف حرقان في الزور صداع يعني إعياء عام يحس بيه المريض عشان كده قلنا ممكن تبقى بسيطة وممكن متوسطة وممكن شديد في كل سنة في العالم كله الفلوانزا يعني الفلوانزا ممكن تؤدي إلى إيه 10-20% من سكان العالم كل سنة بيجي لهم الفلوانزا وأعتقد لو حسبناها لحضراتكم دلوقتي لو كل واحد كتب دلوقتي مين اللي جالهم الفلوانزا السنة دي هنجد على أقل 10-20% جالهم الفلوانزا في 200 ألف دخول مستشفيات أكتر كل سنة نتيجة الفلوانزا الأشخاص اللي أكتر من 65 سنة وقال من سنتين الأطفال بيبعندهم احتمالية خطورة أكتر يعني كل ما كان الشخص أكتر من 65 سنة وأقل من سنتين احتمال خطورة أكتر دي نسب دخول المستشفيات اتحسب انت شوفوا بالها كم سنة عشان بيستوا عارفين المرض ده عامل مشاكل بقى لو قدير اتحسبت من سنة 72 لألفين واربعة عدد اللي دخلوا المستشفيات لكل مئة ألف من السكان حسب السن وحسب الخطورة أكتر ولا لا لو كاتب خطورة أكتر هتجد مثلا من سن سفر اللي لسه المواليد ده 11 شهر أقل من السنة دخل هنا 808 808 حالة كل قد إيه لكل مئة ألف لو كان ريسك عالي لو كان ريسك أوليل هيباربعون تقريبا لغاية ما نوصل إلى أكتر من 65 سنة هنجد هنا 507 حالة وهنا 982 حالة يبقى اللي عنده رزق أكتر إيه هو اللي عنده رزق أكتر اللي عنده أبراد أخرى اللي عنده أبراد في الصدر اللي عنده أبراد في تلكلة اللي عنده أبراد في القلب اللي عنده سكر وهكذا إحنا من التصل لهم لكن مع الأسف هم دول عندهم احتمالات مشاكل أكتر فشوفوا دي نسب دخول للمستشفى المحسوبة على مدى التاريخ من 72 لألفين واربعة كل لما الرزق زاد كل لما عادت دخول للمستشفى زاد 규 880 دول لكل مئة ألف من السكان يعني لو كنا 90 مليون اضربوا بقى يشوف كم واحد يبقى afle مين اللي يأجي لهم mutpo من اللي عنده احتمالية يأجي لهم مين عنده خطوري يأجي لهم mutpo كل اي بأي انسان اي انسان في اي بلد على وجه البسيطة ممكن يأجي لهم mutpo ما فيش حد محصن ضد samb開始 مين هو اللي اكتر عنده riska أكتر او عنده احتمالية خطورة أكتر اللي اكتر من 65 سنة اللي عنده مرض مزمن زي ما قلت ربو الشعبي مرض مزمن في الرئتين مرض مزمن في القلب أو الأطفال حوالين خمس سنين أو أقل طبعا حصل على مدى التاريخ مشاكل كثيرة ووبائيات كثيرة في الوانزة منها اللي حصل سنة 1918-1919 ده منزر مستشفى برة أثناء الوباء متى 1918-1919 موت كم واحد عشرين لاربعين مليون في العالم طبعا في الوقت ده كانوا بيتبسوا الفيس موسك ده وطبعا الفيس موسك سبب دلوقتي أنه الواحده مش كفاية ضد الالتهابات لازم نوع معيم الموسك هو بيقلل لكن مش أمية فلمية ما هو سبب انفلوانزة اللي بتيجي؟ فيه فيروس الفيروسات فيه منها ثلاثة نوع فيه منها انفلوانزة A وB وC أكتر واحد فيهم انفلوانزة لأنه هو ده الوحيد اللي ممكن يعمل مرض شديد وخطير ده شكل الفيروس طبعا سبحان الله الفيروس الذي لا يرى إلا بالميكروسكوب تركيبه في منتهى العجب وسبحان الخالق يعني وهو ده اللي بيخلي الفيروس ده شرس وتغير وممكن من إنسان لإنسان يعمل مشاكل تختلف من واحدة تاني لأن تركيبه الجينية والأرد والدن والتركيبة اللي موجودة فيه ليش أخش معاكم في التفاصيل هي دي اللي بتديله الانتجينيك باور إنه يعمل تشينجس موجودة لما يروح لو جبتلكوا الصورة بقى وهو يخش جسم الإنسان بيروح يعشق في الخلايا ويركب عليها عشان يعمل يتكاثر ويعمل مشاكل للإنسان طبعاً كلكم تسمعوا كتير قوي على الـ H والـ N الـ H اللي هي دي اللي هي ماجلتونية والـ N الـ N وهم دول على أساسهم بيتصنف الفيروس إلى أنواع كثيرة وأخطر واحد فيهم زي ما قلتلكه هو إنفلوانزا A هنا هذه الإنفلوانزا A فيروس بقى شخصياً والـ H بتاعته والـ N والـ A والـ Neucleotides والهيمجلتونينز اللي موجودة فيه اللي كل واحدة فيهم وعشان كده الناس بتسأل هو الفيروس بيتغير ليه خواسعاتي بشديد وسعات بسيط ليه لأن الشكل الجيني بتاع هذا الفيروس بيديله هذه الميزة طبعاً إنفلوانزا A فيروس محدش يقدر يمنعه أبداً محدش يقدر يقدر عليه يعني ما نقولش هنقضي عليها مثلاً زي ما قدنا على أمراض كثيرة مزمنة ليه بقى؟ لأنه بينتقل من البنادمين إلى الطيور إلى الحيوانات إلى الخنزير إلى الأطط إلى الكلاب إلى الحصنة إلى أي حد كلهم عندهم أمراض وهذه الأمراض ممكن تنتقل من حيوان أو طائر إلى الإنسان والعجز وعندما تنتقل هذه الفيروسات بيحصل لها تحوض جيني وتغير شكلها وده اللي حصل لما راحت من الخنزير إلى الطيور شما إلى البنادمين كلمة السيد الدكتور عمر أندير رئيس قطاع الشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان بسم الله الرحمن الرحيم معالي الوزيرة بسانة الدكتورة معه ربان أستاذي أستاذ الدكتور محمد عوام تاج الدين وزير الصحة الأصبع دكتور مصد الطاول مصد من وظامة الصحة العالمية أنا سريعا كده هقول عندنا في وصل دلوقتي إيه هو الوضع الحالي لمرض الإنفرونزا إحنا عندنا منظومة للترصد الإنفرونزا هذه المنظومة مش لسه بدنا هذه السنة ولا العام الماضي منظومة للترصد الإنفرونزا بدأت في وزارة الصحة من سنة 1999 في نظام للترصد لأعراض شبيهة بالإنفرونزا في بعد المستشفيات وفي منظومة للترصد الأمراض في الجهاز التنفسي الشديد في بعض المستشفيات الأخرى وعندنا منظومة أخرى لترصد الحالات المترددين بأعراض شبيهة بالإنفرونزا على مستوى المستشفيات مصر كلها وأعداد المترددين اللي بيتحجزوا في المستشفيات فيما يخص حالات التهاب التنفسي الشديد وحالات التهابات الرقاوية أولاً نتكلم على الموقف العلامي للإنفنوانزا وإيه الوضع في العالم سريعاً كده وبعد كده نتكلم عن اللي بيحصل عندنا في وصلي وطبعاً أستاذنا لطور عود تاج الدين قال الحاجات ديت بعض الحاجات فيها بس اللي عاوز أقوله أن في آخر تقديم طلع من الـ CDC في 1 فبراير 1 فبراير يعني من أيام قال نشاط الإنفنوانزا مرتفع قال أن نسبة 19% تقريباً أو 20% من الحالات اللي عندها أعراض شبيهة للإنفنوانزا طلعوا عندهم معملياً مؤكدين أن هم إنفنوانزا نخلي بلنا بس من الأبطان دي يعني 20% من الحالات اللي بتتردد على المستشفى عندها أعراض شبيهة بالمستشفى بالإنفنوانزا عندهم إنفنوانزا الموسمية قالوا الوفيات نتيجة الإنفنوانزا والإتهاج الرئوي أكتر من السنة اللي فاتت قالوا أن معدل الحالات اللي بتتحجز في المستشفيات نتيجة أعراض تنفسية شديدة والإنتهابات رئوية 22.5% لكل 100 ألف يعني لو بنكلم في مليون شخص في مكان معين فبيتحجز منهم 225 شخص بيتحجزوا في المستشفيات بأعراض إنفنوانزا والإنتهابات رئوية لكل مليون قالوا أن نسبة الحالات الشبيهة بالإنفنوانزا اللي عندها أعراض شبيهة بالإنفنوانزا من إجمال عدد المترددين على المستشفيات تمثل 23.2% التقرير دوت بتاع كندا برضو هذا التقرير في 1 فبراير السنة التقرير ده قال إن نشاط الإنفنوانزا هو عندهم في كندا مميثل نشاط الإنفنوانزا في الموسم السابق وقال نوع الفيروس السائد هو نوع الفيروس H1N1 هو ده النوع السائد وقالوا أكتر فئة عمرية فيها إصابات اللي هي الفئة من 20 ل64 سنة وبعد كده قالوا إن هم عندهم في كندا حجزوا 2588 حالة والمعدل ده كان أقل من المعدل بتاع السنة فاتت توفي منهم حالات 138 حالة ده في كندا بعد كده ده تقرير برضو من الإي سي سي اللي هو مركز مكافحة والتحكم في الأمراض بتاع أوروبا كلها قالوا إن نشاط الإنفنوانزا مختلف من دولة لدولة في أوروبا لكن هم لقوا إن في 26% كان في أمريكا 20% هنا لقوا عندهم 26% من الحالات اللي بيترددوا على المستشفى عندهم أعراض شبيهة بالإنفنوانزا طلع فعلا هم إيجابيين للإنفنوانزا وبعد كده قالوا إن في ست دول في أوروبا منهم فرنسا وإنجلترا ومالطا أنا مش عاوز أقول أسمية دول كلها يعني فيهم 1605 حالة حجزوا في المستشفى طلع منهم 124 حالة وفاة وقالوا 99% من حالة الإنفنوانزا نتيجة إنفنوانزا إيه؟ وفروس الـ H1N1 هو النوع السائد في دول أوروبا ده تقرير منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية قالت فيه نشاط فيه نشاط فيروس الإنفنوانزا في نصف الكرة الشمالي في أمريكا وفي كندا وفي الصين أيضا وقالوا إن 22% من الحالات اللي بتتردد بقى عراض شبيلها بالإنفنوانزا طلع عندها فيروس الإنفنوانزا وقالوا إن الإنفنوانزا نوع إيه؟ يمثل H1N1 يمثل 80% أنا أقول الأرقام دي عشان أمنيجي نشوف نشوف نحن عندنا في مصر مختلفين هناك يعني اللي بيبقى عندهم إنفنوانزا إيه؟ 80% منهم عندهم H1N1 ده حاجة جاءت منشورة يعني برضو في خلال الأيام المواضية إن الكاليفورميا بس H1N1 فيها في وفاة 147 حالة إحنا عندنا في مصر بقى إحنا عندنا في مصر هنا الموقف دلوقتي إحنا لقين في زيادة في نشاط الإنفنوانزا الإنفنوانزا اللي عندها أعراض شبيهة بالإنفنوانزا لو قررنا شفنا على مدار العام الماضي في سنة 2013 كلها من أول يناير لحد ديسمبر هنلاقي إن إحنا كان فيه عندنا 4.5% من اللي كانوا بيضرد نسبة اللي عندهم أعراض شبيهة بالإنفنوانزا بيمثل 4.5% في شهر يناير السنة دي لإن النسبة دي زادت زيادة طفيفة بقوا 4.9% بسيحة طبعا في قمة موسم حراتكم موسم الفنوانزا دي لإن نسبة اللي بتردد الدولة قلنا 4.9% كم واحد فيهم طلع عندهم إنفنوانزا 24% نقولنا حراتك في أوروبة 26% قلنا في أمريكا 20% إحنا عندنا في مصر هنا 24% من حيات التردد على المستشفىات عندها عراجة بيمكن الإنفنوانزا طلع عندهم إنفنوانزا نوع الإنفنوانزا اللي طلع إيه عندهم ما هو إيه بيه 90% منهم طلع عندهم نوع إيه زي اللي موجود بره 80% من اللي طلعوا فيروس إيه طلعوا إتش وان إنوانزا زي نفس السيتيواشن اللي في نصف الكرة الشمالي الآخر في أمريكا وفي أوروبا وفي كندا الفئة العمرية أكتر فئة عمرية فيها بنلاقي فيها حالات إتش وان إنوانزا هي من 15 إلى 49 سنة دي حاجة بس صغيرة كده إستيميشن يعني حاجة إستيميشن عشان بس نبقى سعرفة إحنا عندنا إيه؟ إحنا في خلال موسم الشتاء موسم الشتاء أو موسم مش هقول الشتاء موسم فصل الإنفلوانزا عندنا بيبدأ على مثل من أول أكتوبر أو نص أكتوبر كده بيستمر لحد شهر مارس خلال هذه الفترة خلال هذه الفترة تردد على المستشفيات أنا أقول ترددوا على المستشفياتنا بس المستشفيات وزارة الصحة تردد على المستشفيات بقى عرض شبيعة من الإنفلوانزا 597 ألف شخص ده غير اللي راحوا إعداد خاصة غير اللي أعدوا في بيوتهم غير اللي راحوا المستشفيات الجامعية أنا أقول ترددوا عندنا فهنعم بس حزبة صغيرة كده 597 ألف واحد دوء ترددوا لو إحنا طبقنا للحاجات الأرقام اللي احنا قلناها قبل كده 24 في المئة منهم هيطلع عندهم فعلا يعني في مية تمانية وتلاتين الف واحد هيطلع عندهم لو طبقنا 90 في المئة منهم هيطلع عندهم ايه يعني في عندنا مية اربعة واشين الف واحد عندهم ايه لو قلنا تمانين في المئة منهم عندهم يا حركة هم نتكلم في عندنا مية الف حالة جاء عندها اتشوان انو ده متوقع وفين خفوا وعادي مرض بسيط الناس خرجت لكن فيه ولكن 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 بقى اعمل ليه ماشي فديل حالات استيميشن ولا بقول تردادوا على المستشفياتنا بس في الصحة بعد كده دخل فيهم بقى في المستشفيات عندنا اللي تم حجزهم في المستشفيات 1791 حالة عندهم اعراض شديدة منهم طلع ايجابة 242 حالة منهم توفي اربعة واربعين حالة ده اخر موقف وقلنا اه 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 90% من هذه الحالات اللي توفيت كان عندها عوامل خطورة اللي هي كانت اعمة سكر اعمة الحملة اعمة امراض مزمنة في الصدر او امراض مزمنة في القلب اه اه دوت بيبين حضراتكو البارشورت دوت بيبين اه عدد حالات في اول واحد دوت بيبين عدد حالات اللي كان عندها اعراض شبيهة الا انفروانزا فموسم الموسم الشتة اللي فات وموسم الشتة دوت او موسم الا انفروانزا اللي فات وسادA لو شفنا داي حالات اللي عندهم اعراض شبيهة من الا انفروانزا هنلاقي دا كان خمسمائة سبعة و JIM70 الف يعني زيادة طفيفة حوالي عشرين الف لو شفنا ان الناس اللي كان sealed ante身 الي كان عنده في موسم الا انفروانزا العام الماضي، موسم الانفروانزا الثانية السنة اللي فاتت كان عندنا 25,018 عندهم اعراض تنفسي الشديد السنة دي 26,593 فالزيادة برضو تقريبا حوالي 1,000 1,000 واحد من نتكلم 25,000 لو شفنا حالات الانتهام الرئوي حالات الانتهام الرئوي ايه في موسى مشروطة السنة دي قلت من نتكلم في 10,073 حالة من نتكلم في السنة اللي فاتت 13,917 ده مقارنة بالحالات من العام دوت والعام موسم دوت والموسم السنة اللي فاتت ده مهم جدا 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 معشان احنا عارفين الانش وان انوان ده عندنا من زمان ولا هو لسه كان دلوقتي ولا كان موجود قبل كده من اول 2009 لحد 2014 ان عندنا قلنا فيه عندنا منظومة لتلصد الانفروانزا من الف ده في فوق كده الانفروانزا الموسمية في المواقع بتاعت اللي عندهم اعراض شبيه الانفروانزا يعني اه في بعض المستشفيات على المفتاح مصر اللي هم كان عندهم اعراض شبيه الانفروانزا اللون السود بيمثل اللي عندهم اتش والانفروانزا واللاخمر بيمثل اللي عنده اتش سي واللون اللازرق بيمثل اللي عنده فلوبي لو شفنا في 2009 نلاقي اكتر حاجة لون ايه الاسود وقت ما حصل الجائحة كان هو ده النوع السائد في الوقت ده من الانفروانزا هو ده اللي عمل الانفروانزا وكان فيه معهم بعض الحالات اتش سي لو جنا في 2010 نلاقي برضو كان النوع السائد وكان فيه حالات عندها في نوبي في سهر اكتوبر و جوفانبر لكن معظم حالات كانت لو جينا بقى في 2011 بصوا حالاتكم معظم الحالات الانفرولزة كانت نتيجة ايه حالات بسيطة اوى اللي كانت في النسمبر كان فيه عندها هنجي في 2000 حالاتكم و 2013 2013 معظم الحالات اللي كان عندها انا متكلم من اول حتى شهر يناير نتكلم من سنة زي ما كان استاذ الله فالي بيقول من قليلا على حالة كانت فيice المستشفيان عيم شمس وكان عندها فقرات انا متكلم يناير السنة الفاتت كان في عندنا حالات حالات بس كان الاغلبية بعدكينا في اكتوبر عندنا اقتر بدعات الانتبان لكن فيه حالات موقف حدو بسيطة في مواقع بعض المواقع المستشفيات عشان بس ننبعافين ده مش حاجة جيدة. ده موجود. اوكي? لو جينا نشوف ده في المطبع من المستشفيات الاخرى اللي هي ابنترصت فيها للامراض الجهاز التنفسي الشديد. نفس الكلام. فهنلاقي في الفين وعشرة كان في تسعة ما كانش في عندنا في هذه الاماكن في تمانية تسعة لكن في تسعة وعشرة الاتش وان بدأ يكتر. فعشرة واحداشرة بعد حتى الجائحة كان النوع السائد هو الاتش وان ان وان. في السنة اللي بعدها النوع السائد هو الايه? في السنة اللي فاتت بدأ يظهر تاني الاتش وان 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 بدأ يظهر بكميات مكتر. اوكي? دي في كل الحاجات اللي احنا بنحللها في جميع المواقع وجميع المستشفيات. برضو هتلاقي برضو بيه واضح جدا ان احنا عندنا في الفين وتسعة والفين وعشر كان في حالات كتير والفين وعشر وحداشر كان في حالات برضو. بص اتنشر حداشر اتنشر بايت حالات صغيرة جدا لكن الاتش و سي هو اللي سائد. اتنشر اتنشر تنشر بدا يزيد. السناني الموسم دول او باين جدا جدا ايه هو ان النوع السائد اللي يبيعمل انفروانزا هو الاتش وان ان وان. اشتركوا في القناة